وصلت مدرية الزراعة بالقليوبية متابعة أعمال موسم حصاد وتوريد محصول القمحة حيث شهدت قيادات وزارة الزراعة حصاد أحد الحقول الإرشادية المنزرعة بالقمحة بأحدى قرى مركز كفر شكر بالقليوبية وقال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية رجب أشحات أن الوزارة تولي هذا العام اهتماما كبيرا بمحصول القمح حيث كسفت المحافظة جهدها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة اعتمادا على زراعة التقوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة كنا موفرين كافة الأصناف الأمح اللي موجودة عندنا ووفرها برضو مزارعين ووفرنا مبيدات الحشائش العالدة والرفيعة وأيضا تجنبنا لوجود الأصداء كنا موفرين برضو حاجة سماوات الأصداء خوفا من الأصداء تيلي عشان إحنا عاملين ديفينس لين لكل حاجة الحقيقة احنا مع المزارع طول السنة بلنا دول الإرشادية بمنون الدوري كان عندنا في فضل الله تعالى حوالي 330 فدان مزرعين حقول إرشادية مجانية للمزارعين كل هذا الدعم يا فنديم بيقدم للمزارع حاصات تجميعة من الأمح حوالي 25 فدان تم تسويتها تبقى لمشروع ترشيد الري بدعم المزارعين بالتسويت بالليزر عندنا النهاردة في محافظة الألوبية الحاملة القومية بتنفذ أكثر 150 حقل إرشادية على المستوى المحافظة كل قرية بيتم عمل فيها حقل نموزاجي بطريقة زراعة المساطب الطريقة اللي هي بتوفر في كمية المياه الري والتقاوب بحق أكثر 25% عندنا النهاردة في محافظة الألوبية كل الأصناف المزروعة في محافظة الألوبية أصناف حديثة التجميل اللي احنا فيها ده صنف ساق 95 صنف عالي المحصول صنف متحمل طوات الملاخية ترجمة نانسي قنقر